أعظم ما أعز الله به العبد كفرض والأسرة كمؤسسة والمجتمع كأمة ودولة الإسلام كأمة رسالة أعظم ما أكرمها الله به هو الإسلام الدين دين كدين عش دين إسلام فقدرك عند ربك ما حاييت لرسالة الإسلام ولذلك اختارك الله لهذا إياك عن تنسيك الدنيا إياك عن تغرق في وحل الدنيا وتنسى رسالتك وتنسى أنك إن شاء الله في الدنيا خلقت لعبادته للالتزام على مستوى الفرد ولحمل رسالة الالتزام إلى البشرية جمعاء فالدين هذا بك سيصل ويبلغ ما بلغ الليل والنهار إياك أن تحتقر نفسك فلقد خرج الله من الرعاة قادات للأمم عبد الله بن مسعود كان يرعى الغنم فصار من قواد الأمم يسير في الناس بكتاب الله أو من كان ميتا كان ميت لا رسالة لا وأحيينا أحيى القلب حينما اتصل بالله وأصبح صاحب رسالة يخاطب بالوحي الذي تكفل الله بحفظه أنت صاحب واحد تكفل الله بحفظه وليس كسائر الكتب السماوي التي تدت إليها أيادي أهلها بالتحريف أنت صاحب رسالة لا إله إلا الله محمد رسول الله فخرج الإسلام إذن هؤلاء الرجال وجابوا الأرض طولا وعرضا لما عاشوا للإسلام عمر بن الخطاب حينما أرسل خمسا من فيالق الفتح في الشام فيلق تحت قيادة سيدنا شرحبيل بن حسنة والآخر تحت قيادة عمر بن العاص والآخر تحت قيادة معاوية بن أبي سفيان والآخر تحت قيادة يزيد بن أبي سفيان والقيادة العامة كانت تحت رئاسة أمين الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح حينما أحاطوا بن قدس أراد سفرنيوس أن يستسلم وأن تدخلها الأمة سلما وليس حربا فقالت قرأنا في كتبنا أن القدس يدخلها المسلمون سلما ولكننا لا نسلم مفاتحها ولا نستأمن أحدا عليها إلا إذا جاء من كتب نعته في كتبنا فأتونا بقوادكم لكي نرى أتتوفر فيهم تلك السمات والعلامات المذكورة في كتبنا فجي أبي شرحبير وجي أبي زيد يزيد وجي أبي معاوية وجي أبي سيدنا عمر ما كاشر فلما جي أبي سيدنا أبي عبيدة القائد قال ليس هذا فكتب أبو عبيدة رضي الله عنه إلى عمر يقول له إنهم يقرؤون في كتبهم أن القدس والشام تفتح سلما لا عنوة وإنهم إنما سيعطوا هذا المفتاح لرجل يجدون نعته ووصه في الكتب ولعلك تكون أنت لأننا عرضنا جميعا عليهم فلم يجدوا تلك النعود فأقدم رحمك الله يا خليفة خليفة رسول الله صلوا على الحبيب الجالس في هذا الزفاف عليه أن يعطر المجلس بطيب الحبيب على الحبيب صلوا على رسول صلوا على الحبيب الرسول وي وي الحب أنت عندي صلوا على رسول لا حوله اللهم صلوا عليك يا حبيب الرسول حتى ضرب وإذا راضيت ولو كره المجرمون سفل عداء الله ورسوله فخرج في تلك الرحلة التي تسمعون عنها مع خادمه وقد قسم الطريق إلى ثلاث فراصخ فرصخ يركب هو ويجر الدابة غلامه وفرصخ يركب الغلام ويجر الدابة أمير المؤمنين وفرصخ يمشي هذه الدابة وليس على ظهرها أحد وكان حينما بلغ خبره إلى أمراء الأجناد بالشام كانوا يسألون الله أن يدخل عمر راكباء وأن يكون من يقود زمامها خادمه وإذا بالغرائب العجائب يحدث أن أمير المؤمنين يدخلها وهو يجر زمام الدابة وخادمه مردف على البعير أو على ذلك تلك الدابة وأكثر من ذلك لما وصل إلى وحل نزع خفيه ووضعهما تحت إبطيه فخاض في الوحل بقدميه العاريتين فلما رأى أبو عبيد ذلك أكبر الأمر وقال إن الروم لا يحبون أن يروا خليفتنا على هذه الحالة أنت من يجر الدابة ويركب خادمك ما هكذا نريدك أن تظهر أمام أعداء الله فبدأوا يحسبون على معطفه ووجدوا فيه الكثير من التركيات هذا شجل قالوا نأتيك يا أمير المؤمن بلباس ونأتيك ببرضون حشرها حشرها الروم هذا جيبوا لك شي ببرضون البرضون هو الحصان كان لا يركبه إلا علية القوم نسلي هاي كلاس في عيبي ونجيبوا لك شي الباس إن شاء الله تبرك ونزع قالوا لو غيرك قالها هذا الشهد عندنا لو غيرك قالها يا أبا عبيدة أي لو قال هذا الكلام غيرك زي لو جعته ضربة ولكن الأمر صدر من أخي حبيبي أمين الأمة لو غيرك قالها يا أبا عبيدة كنا أذل في الجاهل بلا إسلام العرب زاره العكرات زاره العمزيق زاره هذه المعارات التي ينفخ فيها لتقسيم المقسم من جديد وتشزيع المجزة بعد سايكس بيغو التي قسمت العالم إلى حدود فأصبح المسلم لا يستطيع أن يتواصل مع أخي قال كنا ذل في الجاهلية كنا نأتمر بأمر أولئك بغمزة منهم فنحقق أحلامهم وأهدافهم فعزنا الله بالإسلام لما عش بالإسلام ما يعش عزيز ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله أنا العزيز أنا العزيز أنا العزيز من راد عز الدارين فليطع العزيز العزيز هو الله ليبغى عز الدنيا والأخيرة فليطع العزيز إذا عصيت العزيز ضربت عليك الذل أينما ثقفت ضربت عليهم الذل أينما ثقفت هو اسمعت أخويا الكلمة اللولة اللي بغيت تقولها لك إسلامك إسلامك دينك دينك هو اللوي تخيل معي تخيل معي تخيل معي استضمت مصالحك الدنيوية مع مصالح دينك أيهما تقدم قلوا له إذن يسأل الله أن لا يبتل العبد لأن الإنسان الذي يعيش للرسالة شوف ها هو الإنسان ربعا وليداته الحمد لله كالي الشارب ويسمع الله أكبر حيا على الصلاة ها أنت الآن هذا امتحان غير صغير غير صغير واحد سيد اللي معيش اللاخرة والدين واسم ما عليش ندركوا نصلي ندركوا نصلي بالله دي هو يبقى هاكدك إن شاء الله حتى يغرب حتى يجمع الصلاوات يجيوا عندك حبابك من الخارج وتستقبل متفرح بهم وصلة الراحم وكذا يقول لك إن شاء الله تبارك وتعالى احنا راحنا غادي للسعيد فهذا الوقيت اللي يقولش الناس ترى وتحارب الفضيلة فإذا به واسمه يجاريهم مش يقفوا قفال الله إن الله يغضب على من يعري زوجته وبنته هذه ديافة ما أنزل الله بها من سلطان غادي يشي وحدين تقهروا وتجيهم الدعوة صعبة اللهم ما تجيهم الدعوة صعبة وتبكيهم وتقول لهم الحق ولا تغرم وتغشوا قلوا لا غادي يقول لك للا إلا قلت لما أكدك ما غادي يشي يجوا عندك وغادي يقول لك أنت يارك تتكبروا كذا كذا يا أخو يا الله يا شيء يا شيء بعد أقول لكم اللي أقول لديها لك اللي أحفظوا إن شاء الله بغير معصية وتجاري في ذلك البنت كتقول لك يجيب لي يشيري لي لمين يجيب وتشيري لها سلوان مزيار وانتالي تشيري لها انتالي تعريها انتالي تعريها فرها قوة عنفسكم وأهليكم نارا الحاصل أن الدين هو المرجعية الدين هو المقصد الأكبر عيش للدين عيش للإسلام وقس كل حركاتك حتى همك إذا هممت حتى قسمك إذا قسمت حتى قدمك إذا تحركت حتى يدك إذا بطشت حتى عينك إذا تحركت حتى لسانك إذا خفت بين شفتيك يعني مخاينة العين وما تخفي الصدور هو معك اجعل كلك لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وما ماتي لله رب العالمين لا شريك لا وبذلك أمرت وأن أولى المسلمين قل إن كناباؤكم وابناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وعموال قطرفتموها وتجارة تخشونك سادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لا إله إلا الله ربي ولا أشركوا بربي ما أحلى كلام الله ما أحلى كلام ربي فإن كنت ترى أن الإسلام وسر عزك فارتبط بمصدره ارتبط بكتاب الله يا كأن تهجر كتاب الله يا كأن تعرض عن فهم وتدبر كتاب الله فهو رسالة الله إليك لتفهمها وتعمل بها فالقرآن اليوم في واد ووقعوا الناس في واد نحكي لكم إن شاء الله سعال نقول لكم حد تطيع نحكي لكم إن شاء الله سعال آه لم يرزق الولد وبلغ من الكبر عتية فنظرت إليه خادمته فاختلت به في يوم من الأيان وقالت له يا خليل الرحمن أنت مع هاجر لم ترزق الولد هاجر هاجر يلجت عند زوجها هاجر يلجت له عشت معايا مودة ومجبتش الوليدات الله يخليك أنا نعرض عليك باش نعطيك إن شاء الله الخادمة ديالي صار تنشي مرى اليوم اللي غادية رجل هاي تكلمنا على التعدد تخليه دور بو تخليه دار بو من أنت بقاتها دار يقول الله اللي عنده وحدة اللي يزيد له الزوجة قل شو انت الساكت خالبه في الحين أن الله ركوت شو قرط وقراوس يدي التلبط في صدر صورة النسا اش قالوا اش قالوا اش قالوا كيقول سيدر باسمحنا والزوجة فانكيحوا ما طاب لكم من النسا مثنى وثلاثة ورباء فانخفتموا اللي لا تعدلوا فواحدة لأن ناذرك شكوه شحال كان الفرق الدعبة بين النسا ورجاء في العالم شحال مليار وسبعمائة مرأة مليار وسبعمائة مليون مرأة ما عنداش الراجل شو شو الزيادة حتى نسا وشحال رغم أن الصين مليت فرضت عليها أمريكان باش يكون عنا مغي واحد كانوا كيجي لبنتي قتلوا قتلهم يوسبعين مليون مرأة عمر مرأة ما هذروا عليها شو 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 اللحظة رشد قتلوا مليون مليون في عام واحد او بو 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 وهو كيقول حقوق المرأة فجمعية النسوانية اللي الدفع على النسا شو شو اللي مشكلة جات قلت له إن شاء الله معتك شرب بالولاد فقالت له تزوج قلها بنيت الله هذي كان ري صبر على هادشي اه لا مكاحته مشكل فهو لا يريد أن يكسر بخاطرها قلت له الله يا سيدي أنا جبر لي خاطري باش تزوج بهذي باش تجف عندك وليدات إلى معتك شاء الله الوليدات معايا هذي ليست نهاية الدنيا فأنا أريد بإذن الله أن يرزقك الله الولد من غيري يا سيدي من غيري ايه وتزوج بصارة عليها السلام تزوج بها وبعد الشهور البدأ بطنها ينتفخ ايه وليد الولد يلوح في الأفق من بعيد بابا بابا وش حال فرحة هاجر وهي طارى تلأل أعينيه فرحا بالقادم لأنه اشتاق الولد على طول عهد بزواجه اشتاق وجلوا لي الحمد لله الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب وفعلا ولد إسماعيل بمجرد أن ولد إسماعيل عليه السلام النعمة كي أعطيها لك ربي صفحانه عز وجل واسبه فلابد لك من بعدها من امتحان فلابد أن تختبر أنت تشكر الله على النعمة أم له يا إله إلا الله يعني صارة هي اللي زوجت هاجر أنا أرقل أرقل هذه اللي أرقل أرقل صارة هي التي قالت لإبراهيم وزوجته هاجر هاجر مسكنية اللي كانت خدامة فرزقها الله تعالى بإسماعيل ما قد يش نحضر كيف تلقت صارة هذا الخبر كل ما نقول أنها كانت السبب في هذا الخير لكن يشاء ربك سبحانه عز وجل أن ينزل بأمره نوض يا إبراهيم اخرج من هذه الأرض واذهب إلى أرض غير ذات زرعة وخذ هناك زوجتك الشابة هاجر وبنك إسماعيل أوه يا ربي وش عالوا أنا نستنى في الولد ومن اللي جاء الولد أروح الدهل واحد الأرض التي لا ينبت فيها كلأ ولا ماء فيها حتى لو افترضنا أنك إنما تريد أن تأمر أحدا أن يغادر هذه الأرض في تقوله يمشي يمشي لشي اللي فيها الماء فإن الحضارات إنما تبنى على الضفاف الأنهار كما يسميه مصر هيبة النيل لأن الماء هو أصل الحياة كلية أما تمشيه واحد جبل اللي لحزر ديالي وكوه علم فما ترميه ولك يوه 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 إذا مش حال كان من امتحان المرأة جديدة والولد صغير وما زال عاد كيش يا والشوق الكبير وروح الدهل وفين لوح الأرض اللي ما فيها لا ماء ولا ولوه واو 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 ش تلقل كده يا ولا؟ أول امتحان لإبراهيم زيد ما بين أمر الله دين الله وحبه للولد والزوجة والأرض ش حال فيها؟ أنا بغيت للأرض يا لنبقى فيها وبغيت زوجتي الصغيرة تكون معايا وبغيت لولد لي وش حال وأنا نستمناه أتسلا بيه ويكون معايا لا قال له ارفدهم وروح ديهم وفين فواحد الأرض وما تقلسش معهم اروح في النهو وخليهم واو 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 يا ابن عم له كان كان لك كان شيء واحد أخر ما سبغة يقول ما سبغة يقول لا حول ولا قوة إلا بلا لكن الخليل إبراهيم لم يتجلج القلب ولذلك سمي الخليل ما معنى الخليل؟ أي أن قلبه أخلاه من ما سوى الله فقد استولى حب الله على قلبه ولم يترك أي تثلمة ليدخل إليها حب أو ميله إلى أي شيء ولو كان الولد أرفض الولد ديها له والزوجة وصار من تلك الأرض في رحلة طويلة شاقة ترك وتعرفه إلى تلك الأرض من لي وصلنا على ما سيدي لك مكا أش دار حط لمره دياله حط لوليه دياله فبنى الخيمة ثم قفل راجعا وهاجرك تشوف يا ربي فقالت له ويتعرف حكمته ورجاحة عقله فإن كانت تصرفات العقلاء مصانعا العبث فكيف بإبراهيم الرجل الحليم فلما ولى قالت يا إبراهيم لمن تتركنا إلى أين فرق غادي فلم يلتفت ولم يجبها لأن الله أمره أن لا يلتفت ولا يجب ثم قادت بعد ذلك إلى أين يا إبراهيم فلم يجب وفي الثالثة قالت له الله سمع سمع الله أبرك بهذا وش ربي أولي قال لك جيبنا هنا وحطنا قال نعم هنا جو قالت إذا لا يضيعنا أرب لأمرك راح نفعينه لن يضيعنا إيه يا سيدي فانتصر إبراهيم لما اصطدم حب الزوجة الشابة والولد مع أمر الله فآثر أمر الله على محبته لأحب الناس إليه لفلذة كبينه هناك اللي أولاده عنده أولاده عنده أولاده يخليه يشيري للبورتابل يقوله زيدي شيري للبورتابل أخر ومن اللي ينوضه هو في البورتابل حتى أصيب بفوبيا أو أصيب بالإدمان وعطل عقله فأفسد ولده أنا كي يهدر معي بالتليفون كي يقول لي أنا ولدي مشا أنا ولدي من قدرش يهدر معايا أنا ولدي صافي صار يعيش في عالمه الافتراضي الذي سرقه من خلاله من صمم هذه الخدمات سرقوا عقول أبنائنا شوف أسيدي فلما رجع شو مع إبراهيم عليه السلام غوى وختفى ولم يعد يستطيع النظر إلى ولده وزوجته هنا إن شاء الله تحركت العاطفة الأبوية بعد أن نفذ أمر الله واسمه بقى يقول الله أكبر الله أكبر أشكي يقول سيدنا إبراهيم عليه السلام في أواخر سورة إبراهيم لا حل ولا قوة إلا بالله إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأسلام رب إنهن عضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل فئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ثم قفل راجعا نوليه عند هاجر والوليد نفذ الماء ونفذ التمر فبحثت عن الماء فلم تجد فصبرت وتصبرت لكن لم تتحمل حينما رأت وليدها يتلوى من شدة العطش حتى أصابه سواد وصفرار في إشارة إلى أن حالته الصحية على وشك الانهيار الله أكبر ما شخص يديه فصعدت على جبل الصفا ثم نظرت إلى الآفاق لعلها ترى قافلة تخترق الصحراء فلم ترى شيئا هذه الممين الله يسمحنا بالممين يا اللي راك تمشي وتخليه بمك الله 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 حينما يبتلين الله تعالى بآية الآية تدفعنا لكي نتمسك أكثر بديننا أحنا يا يعتدر بش عجل بعده فلولا يجعهم بأس ولا تضرعوا ولكن قصد قلوبهم ثم جارت نحو المروة ركت عارف ذاك ستاعي جارت نحو المروة وعند سفح الجبل حينما يختفي عنها ابنها واش تدير تسرع 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 حتى تسعد على المروة سبعاً تعالى المرات فلم ترى شيئا ولكن حينما سعت وقامت بواجب السعي دارت الواجب دارت ما أمر الله دارت دورت دورت الله تعالى لن يخيب من قام بالأسباب أيا سيدي ره السماء ما تصبح بالذب دير سبب ره الدنيا إذا لم تتحرك لا يمكن أبداً أن ترزق فإن السماء لا تنطر ذهباً ولا تتحرك مشوفي مناكبها والآخرة اعمل من أراد الدنيا فعليه بالعمل واتخاذ الأسباب الشرعية ومن أراد الآخرة فلا ينال شرف الآخرة أي اجتمع قال النبي لو لم تقل له ذلك لفاض على الصحراء هذا الماء الذي لا زال لحد الآن يروي الخليقة ماء عجيب غريب في تركيبته لا يسبه مياه الأرض كله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إلهي وانتوا بتعرفوا القصة من بعد فجاء عرب الجراهمة وقالت لهم شوفوا أنا اللي ما عندي وانتوا ما تخدموا عليها فكانت أول مؤسسة أسست في تلك الأرض الجرداء اللي ما فيها والي فنشأ إسماعيل مع العرب عربي أنا أقول لي وعند سيدنا إبراهيم سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع سارة نقل سمعه على العام وإذا ببطنها ينتفخ أيضا يا الله كما تدين تدان أرادت الولد لإبراهيم من زوجة أخرى وإذا بالمولى يكافئها من جنس ما أرادت فيرزقها الله ولدا عليما هو إسحاق آه الله دير الخير يدارثك الخير دير الخير يدارثك الخير وبأي مكيال كنت للناس يكانوا لك به الضيان لا يموت البر لا ينسى والذنب لا ينسى والبر لا يبلع والديان لا يموت إعمل ما شئت كما تدين وتدان بغير الخير للناس وخما تدين شيء الخير بغير الخير للناس رأى الله تعالى يطلع على هذه المضغة وش فيها شيء خير للناس ويخلصك ربي على مهنة على القلب على الصدر وبعد أن ولد له يسحاق بقى يمشي يزور إن شاء الله تبارك تلك الأرض ما نهدرش عن الزيارات كاملين ولكن أتكلم عن الزيارة الثالثة قريبا حينما جاء وغينعز في الدار في النهار ويشوف المنامة يا ربي أعلمتي أحد ما بالدين فقام من فراشه يقول فلما بلغ معه السعي بلغه مع السي ولي صبارك الله تحرك ولده وليس راجل فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى ما كانش رأيته إني أرى في المضارة كأنني أنظر إليه الآن ورؤية الأنبياء حق إني أرى في المنام أني أذبحك مش أني ذبحتك أني أذبحك واقع الآن إني أذبحك بشي بحل سيدنيوس فقال إني رأيته 11 رأيته 11 هذا إني أرى مسألة أمر الله للتنفيذ أني أذبحك فانظر ماذا ترى شوف اللي أولاد المزيانين إلا كنت مزيان مع أبوك يعطيك ربي ولي يكون مزيان معك كان مع أبوك كافر يقول يا بتي لا تعبدي الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية يا بتي إني أخاف ويمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي قاقي أبتي أعطان ربي ولي قال ذبحك وتعرف اسم قال ما ما شك يا أبتي نفس اللي كان يقول لبه يا أبتي أبوك عصي عصي الرجل يقول أبوك يقول الواليد هالواليد ولد شكون أخ ناضر لا لا ولد العجل ولا هالواليد شو شو المشكل قال يا أبتي فعل ما توم شو ما قاش يذبح لي قل عروحه حتى لا يحسس الوالد بألم ذبح ابنه قال ما تشوف في يشوف أمر الله شو الولد اللي يعطان ربي كده يقول لبه البشري يقول يا آبتي يا آبتي أعطان وقال ماشي قال يذبح أقال لك أقال أشوف غل عمر الله يا آبتي فعل ما تومر أنا لا يهمني عمر الله أنا يهمني أن تنفذ يا آبتي عمر الله وخان ولدك ستجدني إن شاء الله باش باش ما تتكلسى على الله من الصابرين هالشي مشي شطارة دي يعني إلا أنا مشي شطارة أنا نطلب الله باش تيني نعاون كعلا تنفيذي أمري لكل من الصابرين يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي أدى فيه أدى المين اللي رأخاوية اليوم استطاعوا تفريغ بيت الله حجوا قبل ألا تحجوا آآ الملعب انت على الكورة فيه سبعين ألف والحجاج هالي عام ستين ألف من تلك الأرض آآ الدين الدين مستهزف وما كاش دي يهدر وانو ما كاش دي يهدر الدين حتى وعد ما ولا يهتم به وانو مش هده فين ده فين ده عند الجامرال كبرى في مين ولذلك مني تبشو المين يقولوا هالدعاء اللهم إن هذه منا فكما من انت فيه على اسماعيل بالعتق من الذبح فمن علي بالعتق من النهر هكذا قول المهم الدهب شيء ذبحوا قلت على الخدمة فاسلما ودله للجبيد دلوا الراس على الحجرة ما كده وفي هذه اللحظة جاء إبليس آآ يا أمر الله فقال لإبراهيم يا إبراهيم أين عقلك أنت أحكم الناس وعقل الناس متى رأيت رجلا يذبح ابنه لمجرد رؤيا لو كان كان باكر بيتذبح لو كان نزل عليك جبريل واش المنامة تدير عليها المنامة لا يبنى عليها أي حكم باش داله واسمه جاوبه باش جاوبه حمل سبعة حصيات من الله سبعة ديال الحجرات قالوا بسم الله الله أكبر بسم الله فراجع ما عشكتب شو ما ترجمه تعطيه العاهد لسيد ربطي أن الشيطان يبقى عدوكم إلى يوم القيامة ولا ينبغي أن يدخل بينكم وبين ربكم هرب من اللي هرب واسمه وفشل في محاولته مع الأب مش عند من عندها جرب قال لا إذا كان الأب فقد عقله وأراد أن يذبح ابنه هل هناك أم رؤوم رحيم تسلم في ابنها وتعطيه عن طواعية لزوجها لكي يذبح نوضي أنت فعل أولدك واش مودان شو الأسرة ها الزواج يا الزواج يا الزواج يا الزواج والله ما اطعوا صدر بيا الأزواج شو مختار في الأزواج كي يجيوا عندي هكذا وعندهم مشاكل ونقوا قولوا قبل ما تقولوا لي المشاكل لتعكم قولوا لي كيرا كوديري معربي واش كيرا كوديري كنتم زيان معربي الشيطان ما يدخلش بيناتكم رام الدقل غير المانضات أنا دار لي أنا لي لوكاسيون تعول دي أنا لي وره ربي وره ربي ولي حت الزواج صفقة الزواج ولا صفقة تجارية هذا هو الزواج اللي يدوم يقول للرجل مرتو روحي خدمي والله عليك لا صرفت يا ميتي يا ميتي روحي والله عليك لا صرفت وكي حضروا معي النساكي يقولوا لي شوف أنا يا داير مع راجلي أنا نخرج أنا نخلص الكرة ونخلص ديك ونخلص وهو يخلص الخضرة يا واتوا بسوفرية والسلام أنا كنت دايرها مع ذو كلي كنت نقرى في الجامعة ما شو كلي كنت دايرها هالشي ما شغل احتى هنا احتى هنا احتى هنا ذاكرة أولي الزواج السيد على أخول قال كملي المخيط فات الشريط احنا غادين في الهوى سوا من لي قال المناهجة الواس مدار رفض السبعة طهر حصايات ولم تدخل في شو الوسواس باش ما يغلبكش كي يجيك الشي طالس وكاد دون لا تعره عقلك اذكري الله اذكري الله قول آمنت بالله عندك يقزك الوسواس فحملت سبعة حصايات فرجمته الله أكبر بسم الله الله أكبر وهرب فلما أراد أن يضع السكينة على عنقه ليجتز العنق جاد خل بلي سيدنا اسماعي قال له إلك أن ابوك ومك أول آبا ويل يقومان بذبحي الابن بغير جريرة اجترى معها انت تسلم روحك نوم هرم واسموده رفض سبعة حصايات الحجرات وارجمه كانت لها نتا عندنا هيا في مين شحال عندنا ما نرخوا شحال عندنا العاقبة الكبرى والوسطى والصغرى را معلوها تلاثة الكبرى والوسطى والصغرى رجمه من اللي يرجمه فين مشاه مشان ما كان يسمى الخيف راتبنا فما تجد الخيف خافة واختفى باش خاف باش منسلح باش حاربته باش بالإيمان بالله بإيمانك بطاعتك لله الشيطان مادم تتعصيد يا ربي ما يقربك إلا تعطوا قد هك غد يديك خطوة بخطوة لا تتفع خطوات الشيطان إنه لك عدو مبين وتعرفوا بالليس الدربي سبحانه عز وجل كان المقصود أن ينفذ إبراهيم أمر الله ولما كان صاد فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤية إنه كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم جاءت التضحية يا كاس جاءت التضحية إن شاء الله تبارك وتعالى جاءت التضحية هذا إن شاء الله تبارك وتعالى القضية أديال القلب أديال المؤمن والهدف اللي يستعيش له وبذلك لما نجح إبراهيم في الامتحانات جعله الله إماما للعالمين وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ما معنى أتمهن أي نجح النجاح الأوفى وحي الآية عودك كيقول فيها سيد دربي في صورة النجل كيقول سيد دربي صبحانه وتعالى وإبراهيم الذي وفى وفى لا تزروا وزيرة نوزر أخرى فنجح إبراهيم عليه الصلاة والسلام الله نجح النجاح الأعظم ثم بعد ذلك تعرفون قصته من قبل ذلك حينما حارب عياذا بالله ووفت عبادة الأصنام وكان أبوه يقوم على الأصنام فلما كسرها واذا تعرفون حينما خرجوا لعيدهم عاد إلى الأصنام فكسرها إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون فلما عادوا ووجدوا أن أربابهم قد كسرت بالفؤوس قال من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم فجيء أبي إبراهيم إلى محكمة ظالمة جائرة أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا لأنه كسر كل الأصنام وترك أكبرهم ووضع الفأس هكذا على كتفه قال لأنه غار غار هو الكبير استعبده هو على استعبده وصدقوا في البداية لكن لما عادوا وانقلبوا من جديد وفكروا في الأمر قالوا هذا أمر لا يمكن كيف يمكن للحجارة أن تكسره والعياذة الكبير بالحجارة هو ما يتحرك ما هو فقال أفل لكم ولم تعبدون من دون الله فجيء به في يوم وأضرمت النيران وجيء بالمنجنيق ووضع في المنجنيق فجاءه جبريل والنار يقال شهره يشعل حتى الطيور ما تقدرش تكويت من تبع كفر بهذه الحرارة ديال 73 اللي يصلت لكويت كيموت الطيورة في السماء وتموت البهائم في الأرض والذوب الميك الله 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 كي يعطينا آيات فضجت الملائكة في السماء فجاء جبريل فقال هو قول لي لك ايش حاجة نعونك قال من تكون قال جبريل قال له وظفتك وظفتك بش تكون قال له أنا عبد من عباد الله قال أما لك فلا فأنت عبد مثلي قال إذن ربك يقول لك ادعو ما شئت قال علمه بحالي يغني عن سؤالي حسبي الله ونعم الوكي فهلقي في النار ربعين يوم فصدرت الأوامر لتعطيل سنة الإحراق قال يا نار كوني بردا وسلام لو قال لا كوني بردا لتجمدت الدماء في عروقه ولو قال لها كوني سلاما فقط لا احترق ولذاب شحمه ولحمه ولكن سبحان من أضرمت النار وجعلها الله بردا وسلاما فلا يتجمد ولا يحترق حتى أن إبراهيم سئل عن أفضل أيامه التي عاش في الدنيا قال الأيام الأربعين التي عشتها في النهر لا تعربي يا أخويا لا تعربي يعزوا سيد ربي يعزوا مولانا الكريم ولذلك هالي يمات انت على التضحية إن شاء الله هالي يمات على التضحية هالي يمات على العيد هالي يمات على العيد يضحي الإنسان شوية بالأنانية دياله ويعرف حق المسكين يضحي شوية بالشح دياله ويذهب إلى الفقير يضحي شوية إن شاء الله بالكبر دياله ويلتقي مع الضعيف يضحي شوية بالهوى دياله ويتباشر عربي يغمض شوية للدنيا ويحلها على خيرة الدنيا رهب حال هاد اللقاء اللي تلقينا بعد ما نمشيو كل يصير الى حاله هكذا تنفض سوق الدنيا كما قال المصلا مالي وللدنيا مثلي ومثل الدنيا كرجول استظل تحت ظل الشجرة في يوم صاعف ثم قام فطاركها اي مكوته في الدنيا كتلك الوقت القصير الذي استظل تحت شجرة في يوم شديد الحر ومشيو كلها هذي هي الدنيا واسبو حساب الكوال اجبضه في دينكم الدين ما مقاح الدي هدر عليه سكت الكل سكت الكل ولي ما يقدرش يدر على الدين ما يقول الشر ما يعمرش بالشر اذا لم تستطع ان تعلم الناس الدين وتذكرهم بالاخرة فلا تكن اماما في الشر لا تعمر بالشر لا تعمر بالفساد ما تدرش مشروع ديال الحرام ما تدرش مشروع تبع الدخان ولا تبع الشماء ولا تبع الخمر ولا تبع الخنزير الدنيا فايتة ما توصيش الخمر للناس ما تسوقش الكاميون اللي توصي فيه الخمر الى الناس ما تخدمش في الدالية ديال اللعنب التي تعرف ان كل محصولها يوجه لانتاج الخمر دينك دينك لابد من الاختبار وتصبر شوي شاء الله تبارك وتعالى كان بودي ان افتح معكم ان شاء الله فالعرس اه كيف توجه الدولة العميقة لمحاربة الاسرة نخلوها العرس اخوان هذا اللول درنا في هذا المقدمة ومن بعد قد نتكلم ان شاء الله في العرس القادمة بعد هذه الوقفة الطويلة في كورونا لنتحدث عن مستجدات الحرب الشرسة على الاسر على الزواج على الاسرة والمشاريع ومن الذي يقوم بها والاموال التي تنفق ومن الذي ينفقها ومن الذي يتحمل وزر تنفيذها في بلادنا اشتركوا في القناة